في خضم الخلافات التي تصاعدت إثر انتشار تسجيلات صوتية مسربة نصبت إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ارتفعت موجة الترقب في الشارع العراقي لتداعيات تلك التسجيلات عبر منصات التواصل الاجتماعي بما حملته من هجوم لاذع على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحجد الشعبي وتيارات سياسية مكتب المالكي نفى من جهاته دقة تسجيلات وهو ما أكده أيضا حزب الدعوة في بيان بوصفه التسريبات الصوتية المنسوبة لأمينه العام نور المالكي بالاستراق معكدا أنه لن ينجر إلى فتنة عمياء بحسب البيان فيما أصدر الصدر بيانا شديدا لهجة دعا فيه المالكي لاعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه للقضاء المشهد السياسي متوتر من الأصلة مع مرور عشرة أشهر على تعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات بين التيار الصدري والإطار التنسقي أدت إلى انسحاب التيار الصدري من العمل السياسي مانحا بهذا فرصة تشكيل الحكومة للإطارة لكن أزمة التسجيلات عصفت بقوة في المشهد حيث فتحت النار على عديد من الأوراق والملفات الشائكة بين قادة قوى العملية السياسية في البلاد التسجيلات المنسوبة للمالكي حملت اتهامات لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الأمر الذي نفاه المالكي أيضا واصفا تسجيلات بالمفابركة وعلى وقع تلك التسجيلات تداولت مواقع إخبارية دعوة الصدر لهذا العامري رئيسي تحالف الفتح بأن يكون رئيسا للحكومة الجديدة وأنه سيجد دعما من التيار لكن الصدر نفى صحة هذه الأنباء بدوره أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي مشيرا في بيانه إلى إجراء تحقيق أصلي بخصوص تلك التسجيلات وفق القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر